السلام عليكم. نحن الجمعة من قوم بزيارة عائلة المتوفية عبد العزيز صباق وعننا ابنه واقل. مرحبا يا واقل. شوانك يا واقل؟ شوانك يا واقل. واقل ما عاش تحكي لنا عنك شوية عمرك مدرسة صف؟ اسمي واقل صباق وعمل إدار السنة. نعم وصق وعمل مدرسة صف حرابة. إنت شوان درستك يا واقل؟ لا لا عاش باشا. يعني وصلت؟ نعم. طب انت شوان مضعت بالمدرسة؟ حبيب المدرسة؟ لا أحبت. نعم. بس. طب قل المدرسة بتروشي على معهد على جيمة؟ نعم. بس هو مما موصل جيمة. جيمة. حكييني وان انت ساكن هالله؟ بساكن الدولي. وعندي تلق الأخين. أخ وأخ وابنت. بس. انت ومي سكن هولا انتو أمي وانت نعم. نعم وامنا. نعم. نعم أنا والتا امي. وأخوى. وأخوى وأخوى. وأخوى. وأخوى وأخوى. 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 وأخوز أختي. واقل اللي حكينا وعينا شو سبب إصابتك؟ نزل... وععت نشبة. مايش السبب؟ مايش نزلت... احكي معده احكي ايش انزلت ايش ده تجيب مؤطة ايه اي اي امو عطا شوري فب من اصعفك مجرون اصعفك عمشفة فب شلون حالة اصابتك ان شاء الله انو الكسر مو كتير لا مو كتير الحمد الله يعني الكسك من عند المفصل هون مو من العكس يلا الحمد الله على سلامتك شكرا نشكر مؤسس سوريا انفس على مساعدتها للايلة وعلى كفالتها لوائل واجزاهم الله كل خير والله يعطيهم رعافيه